قد يقول قائل أنا عبد صالح أفعل الخيرات لماذا أبتلى في مالي أو صحتي؟ أشد الناس بلاء الأنبياء طبعاً أحبابه دول طبعاً في أحباب أكثر من الأنبياء فيه أنبياء قتلوا ومعروف قتل الأنبياء وقتلت الأنبياء معروفين يعني ما أريد أن أقوله أن البلاء هو في باطل عشان كده قلنا أنه ليس هو إهانة في الظاهر وإهانة في الباطل إهانة في الظاهر ولكنه في الباطل إكرام شديد يعني هل ربنا يهين الأنبياء؟ هل يهين الأولياء؟ أشد الناس بلاء الأنبياء؟ ثم الأمثل فالأمثل الأفضل فالأفضل ده بالعكس يعني كلما كان الإنسان بعيد عن الله يكون بعيد عن الابتلاء إنما لأنه طبعاً إذا أحب عبد الابتلاء عندنا نصوص الدنيا لأن الدنيا لا تزن عند الله جناحة بعوضة وفيها حديث لو كانت الدنيا تزن عند الله جناحة بعوضة ما سقى كافراً منها جرعة ماء هنا لازم نفهم البلاء في أنه ورد فيه تحت عباءة العدل فهو ليس ظلماً وما حدث أي أن كان هذا الفعل هو هذا الفعل لا يوجد أحسن منه فهذا هو الذي نريد أن نقوله إن الابتلاء صورته صورته إهانة أما يعني في أحواه مضمونه هو خير ولذلك وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم أعود أن نركز أن الابتلاء فيه لمسة كرم خفية ولا تظهر يعني قد تظهر في الدنيا قد تظهر في الآخرة لأن مثلاً في ناس ربنا يبتليها أو يصيبها بابتلاء وهم صالحين لمنازل في الجنة عليا لا يصل إليها إلا عن هذا الطريق الله سبحانه وتعالى نبهنا أيضاً إلى أن لا تفزعوا من البلاء يعني وقلنا تكرهوا حاجة يعني الحاجة دي وعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله في خيراً كثيراً يعني تعجب من أن يكون الخير في البلاء فحينما يريد الله سبحانه وتعالى البلاء لا يريده لظاهره اللي هو يبدو كأنه شر وأن ما يريده لما فيه من خير فكأنه كل ما يريده هو خير وما يقع في الدنة دي كلها خير فأيضاً يعني الحديث الصحيح يا أخي واعلم أن النصر في الصبر واعلم أن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً الله وبعدين بيقول لك اعلم انتهى هو في مقام كأنه بيصحي بيصحينا أصحى شوف أنا بقول لك لا تتململ مما يصيبك مما تكرهه أصبر علي واعلم أن في الصبر علي خيراً كثيراً وأيضاً واعلم أن الفرج مع الكر هذا الواحد مكروب ولذلك المكروبين اللي هم مؤمنين دائماً يعيشون في انتظار الفرج إن مع العسر يسرى وبعدها وأن نفس الحديث وأن مع العسر يسرى إذن حين يبتلى المؤمنون بالقتل أو بكذا أو بكذا أو بالتجويع لا يعني نعتقد أن هذا إهان من الله لهم وأن الله سبحانه وتعالى تخلى عن عطفه على أحبابه وعلى عباده المؤمنين بالعكس قد يكون هذا يعني أو بالضرورة أن هذا له نتائج ضيبة جداً تعود على هؤلاء الناس اللي هم قدموا أرواح مقدموا أو على بلادهم أو على أسرهم أو على عائلاتهم إلى آخره أو على القضية ككل